ما معنى اليسر في حق الله تأملوا كده السؤال ده كده ما معنى اليسر في حق الله مش احنا احيانا نقرأ كده إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير وكان ذلك على الله يسير احيانا نقرأ مثل هذه الايات ما معنى اليسر في حق الله يعني ايه حاجة يسير في حق الله بلده حيزيني فهمها حتى نفهم القرآن ونحن في رحاب القرآن قالك تعالى اليسر في حق الله على نوعين وكل نوع ليه منه تفريعات يعني ايه اليسر في حق الله يسر يسر في القدرة ويسر في العلم يعني ايه الكلام ده ننتبه كده ونركز اليسر في حق الله يسر قدرة ويسر علم يعني ايه يسر قدرة ايه وقت تعالى بقى نفهم كده يعني في امور في قدرة الله سبحانه وتعالى يسير يسير عليه يعني سهل عليه ليين عليه واضحة كده سهل يليين زي ايه اليسر في قوله للشيء كن فيكون انما قولنا شفنون العظمة انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون على طول كن فيكون كن فيكون على طول اذا هنا يسر من يسر القدرة وهو ان يكون لشيء كن فيكون يبقى هذه صورة من صور يسر القدرة عشان نعفل اليسر في حق الله ايه تاني قالك اليسر في بدء الخلق من عدم اليسر في بدء الخلق من عدم اه انا وانت ممكن نخترع شيئا ونقول ان انا وانت خلقنا ما تقلقوش يعني ممكن الواحد يعني نفسه خلق يعني مجازا ممكن ازاي مولان ده حتة عقادية لا خليك معايا لما ربنا تحدث في صوت المؤمنون عن خلق الإنسان وفي نهاية الآيات فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن أفعل تفضيل يبقى خلق مجازا يعني يبدأ شيئا لكن الله يبدأ الشيئ من عدم أما انا وانت نبدأ الشيئ من وجود ونجيب شيء وشيء نركبه في بعضه عبارة بس عن توليف وتركيب لكن الله سبحانه وتعالى يبدأ من عدم وهذا أو هذه صورة من صور اليسر في حق الله اللي هو يسر ايه؟ يسر الخلق أو بدء الخلق من عدم